أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية بثل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقع بين مصر والعراق وكذا تسريع وطيرة التعاون المتعلقة بمشاركة الشركات المصرية في جهود البناء وأعدة الأعمار في ربوع العراق وأعرب مدبولي خلال استقباله السفير العراقي لدى القاهرة عن تمانيات مصر بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة والتأكيد على مساندة مصر لكل الجهود التنمية والاستقرار في العراق ومن جانبه تطرق سفير العراق إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق مستعرضا أهم الموضوعات المقترحة على أن يتم تناولها خلال الاجتماعات كما أكد أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على آليات جديدة لتعزيز مشاركات الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار العراق ترجمة نانسي قنقر